وهي دي الفكرة النهائية اللي انا اقدر تحقق من خلالها ايضا ارباح زي اللي حضرتك شايفها معي دي ارباح ربعمائة وسبعين دولار تقريبا من الفكرة الرائعة دي اهلا وسهلا بحضركم حلقة قوية جدا لربح خمسين لمية دولار يوميا بدون اي راس مال على الاطلاق مجانية تماما يا شباب الحلقة دي مش هتلاقيها في اي مكان تاني على الاطلاق وطرق السحب زي ما انت بتحب بير هتلاقي معي في حلقة النهاردة في دافونك كاش وسترن يونيون بابل ايا كان طريقة السحب المفضلة بالنسبة لحضراتكم هتلاقيها معي في حلقة النهاردة خصوصا ان في الحلقة دي مش محتاج ان حضرتك تشتغل على منتج مش محتاج ان حضرتك تبزل مجهود ووقت في حاجة معينة عشان تقدر تباحها بعد كده لا الموضوع كله من اوله لاخره من غير ما تتعفى اي حاجة وبدون اي راس مال بقرارة المرة تانية مجاني تماما طب الموضوع ايه مبارك بمنتها البساطة هنبتدي ان احنا نوفر على موقع رائع جدا هو موقع نوشن ويمكن موقع نوشن من اهم وانجح السلس الان عملتها على القناة للربح من الانترنت والحمد لله الناس كتير استفادت منه حلقة ارباح كويسة جدا من خلاله والنهاردة يجاوب لك استراتيجية اضافية جديدة تقدر ان انت تشتغل بها على موقع نوشن ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن أنت تحط عليها فيديوهات كورسات وكتب كورسات أو كتب حتى إلكترونية أو فيديوهات إلكترونية مجانية أنت ولا بتنشئها ولا أنت بتتعب فيها ولا أنت بتكتبها ولا أي حاجة كل دوت بتجاب مجاني وأنت بتربح من خلاله لا أقصر ولا أقل يبقى دي كده مقدمة أو فكرة معينة بسيطة عن حلقة النهاردة والموضوع فعلاً مش معقد على الإطلاق اتطمن من الجزئية دي طيب هل موقع نوشن مجاني؟ مجاني تماماً هل الاستراتيجية دي فعلاً متاحة لجميع دول العالم؟ متاحة لجميع دول العالم اشتغل وطبق معي هتلاقي لينك موقع نوشن في صندوق الوصف افتحوا معي دلوقتي حالاً وسجل معي واشتغل معي خطوة بخطوة قبل ما نخش في الشرح العملي والتطبيق العملي والتسجيل على الموقع بفكر حضراتكم بالجيبهوية الأسباية اللي قمتها 10 دولار بتقدم لفائزين اتنين كل فائز بياخد 5 دولار وبيتم الاعلان عنهم كل يوم جمعة الساعة 12 مساء على قناتنا التليجرام والفيسبوك بسيب لك اللينكات بتاعته فيه صندوق الوصف والجيبهوية دي دي هشروط بسيطة جداً اللي حابب يشترك فيها ان لحضراتكم بتعملوا لايك للحلقة اشتراك في القناة تفعز الجرس وانكم تجاوبوا على سؤال جيبهوية اللي بطرحه بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة اما بالنسبة للفائزين الخاصين بالمسابقة الاسبوعية السابقة هيتم الاعلان عنهم في حلقة اليوم في اللحظة اللي بطرح فيها سؤال المسابقة الاسبوعية الجديدة يبقى لما هيجي اطرح لحضراتكم سؤال جيبهوية جديدة في نفس اللحظة هبتدي ان انا اظهر لحضراتكم الفائزين معنا بتوع المسابقة الاسبوعية السابقة يلا بنا نبدأ في الشرح العملي او التطبيق العملي طيب شباب مبدئيا دي كده الصفحة الرئيسية انت دلوقتي طبعا نزلت في صندوق الوصف دست على اللينك بتاع نوشن عشان تطبق معي خطوة بخطوة بدل ما تقعد تعيد وتزيد في الحلقة لا خليك اشتغل معي علشان تطبق وبالتاني الفكرة تثبت مع حضرتك وتقلقش الفكرة دي عبقرية وتستاهل وقت حضرتكم بإذن الله تعالى طيب اول حاجة عشان تسجل في الموقع بتدوس على كلمة جيت نوشن فري وفي الصفحة دي حضرتك بتتدي ان انت تسجل ياما بالجيميل ياما عن طريق الإيميل بتاع حضرتك على القابل طبعا انا بنصحك ان انت تسجل دايما على نوشن بالجيميل بتاع حضرتك جميل جدا شباب في الصفحة دي انت بتلاقي حضرتك كل الحاجات اللي ممكن تعملها على نوشن عاوز اقول لحضراتكم ان موقع نوشن متخصص فيه فيتشارز كتيرة جدا جدا بتساعد اي حد انه ينجح في اي بيزنس مهما كان حتى الشركات والافراد بيستخدموه لتنظيم الشغل بتاعهم والنجاح بشكل سلسة وبسيط لانه هنا انت بتنظم افكارك ولكن موقع نوشن بيتوفر ايضا على خاصية رائعة جدا الا وهي انشاء صفحات الصفحات دي بتتقلشف في محركات البحث بتاع جوجل افتح لك هنا حاجة انا كنت عاملها قبل كده مع حضراتكم ونشوف يعني ايه بتتقلشف في محركات البحث بتاع جوجل نفتح مثلا البيتش دي كده لو انا جيت هنا وبصينا هنلاقي ان هي شير ولو دوسنا على شير هنلاقي ان هي تم نشرها بنجاح طيب ايه كمان يا مبارك ان هي متقلشفة في محركات البحث بتاع جوجل ده اوبشن يا جماعة في موقع نوشن بشكل مجاني اوبشن زي ده عشان تفعله في اي موقع تاني بيدفع له فلوس لو انا دوس تعليب الشكل ده هتلاقي بص متفعل وبيظهر بالشكل ده في محركات البحث بتاع جوجل زي ما انتم شايفين باللون الازرق كده او باللون اللي بيظهر في السيرش لما بنبحث عن حاجة معينة في محركات البحث بتاع جوجل بيبقى ده شكل البيتش بتاعتي على جوجل يبقى هو هنا متفاعل الخير ده ومتقرشف بالفعل في محركات البحث بتاع جوجل يا شباب حلو يبقى هنا موقع نوشن يهمني جدا ويهم حضراتكم انه تكون تشتغلوا عليه وتتبقوا معي نفس الخطوات هرجع تاني للهم عاوزين ننشئ مع بعض بقى الصفحة للبيزنس اللي انا جايبوا لكم حصري لحضراتكم هتعمل ايه بتدوس على كلمة نيو بيج عشان ننشئ صفحة جديدة مع بعضينا طيب انا قلت لحضراتكم في المقدمة ان المشروع بتاعنا قائم على الفيديوهات او الكورسات اللي هي عبارة عن فيديو او الكتب الالكترونية اللي هي عبارة عن كورسات برضو او اي امكان النوع المحتوى اللي العميل بيدور عليه حلو يبقى اول خاصية حضرتك بمحتاج ان انت تعملها ان انت تدي اسم للصفحة بتاعت حضرتك او البيج بتاعتك كمان ينفع ان انت تعمل اد كفر عشان يبقى فيه بانر من فوق كده للصفحة بتاعتك واد ايكون عشان تحط اللوجو بتاع حضرتك فلو دست اد كفر كده هيبتدي ان هو ينشئ لي البانر من فوق لو دست اد ايكون هيبتدي يقول لي تقدر ان انت تحط اي ايكون من دي او ان انت ترفع اللوجو بتاع حضرتك من هنا حلو قوي يبقى انا هنا جاهد ان ارفع لوجو وارفع بانر طيب انا مش عارف اعمل لوجو مش عارف اعمل بانر اعمل ايه موبالك دي تقدر تعملها عن طريق موقع ايديو جرام بالذكاء الاسطناعي طيب على سبيل المثال انا هسمي الصفحة بتاعتي ليرن بالشكل ده وعاوز احط لها لوجو بروح هذه على موقع ايديو جرام ده موقع بالذكاء الاسطناعي شباب فبقول له اعمل لي لوجو للديجيطال كورس والكتب الالكترونية للصفحة بتاعتي وازم الصفحة هو ليرن والخلفية تكون خلفية بيضة بعد كده هقول له جنيريت ولكن طبعا لما تكي تعمل لوجو تأكد ان انت تخلي المقاس واحد لواحد مربع لان انت بتعمل هنا لوجو وده المقاس المزبوط بتاعه حل بعد كده هقول له جنيريت هتلاحظ ان هو ابتدى يجهز لك 4 صور وتختار منهم اللوجو الافضل بالنسبة لك جميل جدا جدا شباب هلاقي ان اللوجو ابتدى ان هو اداني 4 انواع اختار منهم اللوجو المناسب بالنسبة لي فانا شايف ان ده لطيف جدا ابتدى ان انا اخده كده وعمل له داوي اللود بشكل مجاني على هيئة صورة واننزله مع بعض على الديسكتوب جميل جدا جدا طيب اعمل ايه دلوقتي ارجع عادي جدا ومن هنا اقدر ان انا اغير اللوجو بتاعه من custom وعمل له upload file حلو اوي فكده اللوجو ترفع بالنسبة للبانر يا شباب طيب الاد cover لو دوسنا عليه بالشكل ده اقدر ان انا اعمل change cover من هنا طبعا ينفع ان انت تختار حاجة من الحاجات اللي موجودة عندك دي كلها بشكل مجاني تماما وينفع ان انت ترفع البانر اللي انت عاوزه وينفع ان انت من on splash هنا تحط الفكرة بتاعة الصبحة بتاعتك ويجيب لك صور مناسبة لها يعني انا هنا لو كتبت له مثلا digital course مثلا وقلت له enter هيجيب لي صور كتيرة اوي ينفع ان انا استخدمها كبانر يا جماعة شايفين حاجات كتيرة اوي ممكن ان انا استخدمها فانت ممكن تختار برضو حاجة من الحاجات دي تبقى شكلها لطيف ولزيز على سبيل المثال لو انا عجبني حاجة زي كده بدوس عليها هتلاقيها ان هي اتحطت لي عادي ممكن اعمل لها ريبوزيشن وابتد ان انا احرقها بالشكل اللي انا عاوزه فانا هنا فهمتك ازاي ممكن ان انت تستغل حاجة زي كده طيب لو انا قلت change cover انا بحب دايما اشتغل على الحاجات simple مثلا فهنجيب حاجة زي كده طيب جميل جدا يا بنا انا عملت الكفر بتاعي اللوجو بتاعي حطيت عنوان للصفحة بتاعتي ناقص ان احنا نحط ايه طالما دي بيتش يا جماعة لازم يبقى ليها المقدمة بتاعتها او ليها الintroduction بتاعها طيب حاجة زي كده بتتم ازاي عادي ممكن تستعين بشات جي بتي وممكن ان ان انت تستعين بالزكاة الستنائية بتاع موقع نوشن لو انا عملت كده slash وكتبت AI بالشكل ده بتلاقي ان نوشن عنده نظام AI ممكن تعتمد عليه عامل زي ن عامل عفوا زي شات جي بتي بالزبط ممكن تقول له ask a question وهو يبتدي ان هو يساعدك في ask about this page فانا ممكن اقول له حاجة زي كده واقول له write for me an introduction for my page وهبتدي ان انا اقول له التخصص بتاع الصفحة بتاعتي دي ايه؟ هلو اقوي فبعد ما انا خلصت خلاص الطلب بتاعي اللي انا بقول له اكتب لي introduction للصفحة بتاعتي وطوله هي متخصصة في الكتب الالكترونية المجانية والفيديوهات هتدي اقول له بدأ هتلاقي ان هو ابتدى يفكر ويديني الintroduction بتاعتي من غير ما اضطل روح لشات جي بتي او اي حاجة من الحاجات دي زي ما انت شايف اديني الintroduction من غير ما اتعب في حاجة في ثانية واحدة جميل جدا جدا شباب يبقى هنا حطلنا عنوان الصفحة logo banner introduction ناقص ان احنا نفصل الكلام ده كله بدوس enter كده وهنا محتاجين ان احنا نشد خط تحت الintroduction دي طيب شباب بنفس الintroduction ازاي او المقدمة او اي حاجة انت بتعملها بعد كده بتيجي عادي كده تنزل سطر جديد في الس يا اما ان حضرتك بتلغي الاسلاج دي خالص وتدوس كده على علامة ازاي بيفتح لك كل الشورت قاتس اللي ممكن تستخدمها بننزل حاجة بسيطة كده بتلاقي كلمة اسمها الديفايدر بتدوس عليها حالو عمل لك خط فاصل كده من الintroduction واسم الصفحة بتاعت حضرتك ناقص هنا ان انا اعمل ايه ناقص ان انا ابتدي انشئ اول جزء معي في البيتجي بتاعتي مثلا انا دلوقتي البيتجي بتاعتي مكونة من الفيديوهات الرقمية والكتب الرقمية او اللي هي الاي بوكس حلو اوي فخلينا على سبيل المثال ننشئ اول جزء معنا وهو الفيديوهات الرقمية وما تقلقش هتفهم معي بعد كده ازاي ان انت بتحقق ارباح رائع جدا من وراء الموضوع ده خصوصا ان اللي هيخش على الصفحة عندك هياخد الكلام ده بشكل مجاني ولكن اي واحد بيفكر ياخد اي حاجة من دي بشكل مجاني انت بتربح في المقابل بشكل رائع جدا جدا ركز معي هتفهم كل حاجة قدام وترق السحب زي ما وضحت لك متاحة للجميع وسترن يونيون بيبل فتافون كاش اتصالات كاش ب وبتسحب من اول واحد دولار مفيش فيها اي مشكلة بس تركز معي الاول في بناء البزنس نفسه تمام طيب يبقى نيجي هنا في الاول نبتدي ان احنا نكتب مع بعض مثلا ديجيتال ليرنينج فيديوز اوكي يبقى ده كده الجزء الاولاني في الصفحة عندي طبعا عادي ممكن ان انا ادوس عليه كده زي ملف في الورد واكبر الخط وابتدي ان انا اخليه بالميل شوية كده تقدر ان انت تعمل اي حاجة ممكن انت تتغير اللون نفسه تخليه اي حاجة ممكن تخليه هايلايت فيه زي خط كالفية صفرة وراء يعني تقدر ان انت تلعب بالطريقة اللي تعجبك في الخط او الجزء اللي انت عامله ده مفيش فيه مشكلة على الاطلاق طبعا التكست ده انت بتختار هو تايتل او هيد ولا هو ايه بالزبط تقدر ان انت تزبطها من الجزئية دي تمام طيب انا هنا خلاص جاهزت ان ده الديجيتال ليرنج فيديوز يبقى اكيد تحت الديجيتال ليرنج فيديوز هبتدي ان انا احط الفيديوهات ديت عشان الشخص لما يخش يقدر ان هو يقصل عليها بشكل مجاني وحضرتك في المقابل بالمناسبة بما ان الصفحة بتاعتك مجانية بيجي لك عليها ترافق كبير جدا والشخص اللي بيجي مرة بيجي التانية والتالتة والربعة والعشرة عشان يستفيد من المحتوى المجاني اللي عندك على الصفحة وبالتالي انت بتقدر ان انت تتحقق ارباح كويسة جدا يا شابب الفكرة دي رقة جدا 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 كباسف انقوم ان انت بتتعب في البداية تodar ان انها تتخلي الصفحة بتاعتك الغانية بالمحتوى عليها ملفات كثيرة جدا سواء ملفات الفيديو او الكتب الالكترونية او حتى النا اللي هتطلع برا الصندوق بقى وتبتطي انها تحط كمان آآ مسلا آآ كتب تروين للأطفال هتحط مثلا آآ البازلز الحاجات دي تقدر انها تستفيد من الموضوع ده بشكل أكثر من رائع ولكن الطريقة دي هي ما بيتخيبش يا جماعة الطريقة دي فاعلن في الجون طيب محتاج بقى ان انا هنا احط الفيديوهات المجانية ديت عشان الناس تستفيد وانا استفيد طب انا يا مبارك هجيب الكلام ده كل منين ده تدور يا يا صديقي أن أنا أوفر لك الموقع المجاني بتاعنا وهو موقع free PLR الموقع ده جماعة بيسمحك أن أنت تنازل كتب إلكترونية مجانية زي ما أنت شايف عندك free PLR e-books دي كلها كتب إلكترونية مجانية تقدر أن أنت تحصل عليها وعندك كل التخصصات من على الشمال كده عاوز حاجة لها علاقة بالصحة بتدوس على كلمة healthy كده بيجيب لك الكتب اللي ليها علاقة بالصحة عاوز كتب ليها علاقة بالbusiness بتدوس على كلمة business بيجيب لك الكتب اللي ليها علاقة بالbusiness طيب يا مبارك أنت بتتكلم أن دلوقتي في فيديوهات كمان هنحطها عندنا على البيتج بتاعتنا أو الصفحة بتاعتنا لو حضرتك روحت على فيديوز من فوق كده هتلاقي حاجة اسمها free PLR فيديوز لو دوسنا عليها كده وطبعا يا جماعة free PLR دي يعني أنت ينفع تستخدمها استخدام تجاري ما فيش فيها أي مشكلة على الإطلاق هتلاقي قدامك بص ظاهر قدامك collection رائع جدا من الفيديوهات الرائعة اللي ينفع حضرتك تاخدها تحطها عندك على الصفحة بص معي دي كده كلها فيديوهات ينفع لأن انت تستخدمها طب يا مبارك الكلام ده مش كفاية بالنسبة لي أنا عاوز أكتر من كده عندك يا سيدي موقع تاني اسمه IDBLR.com ده طبعا برضو عنده free products عنده كتب إلكترونية عنده فيديوهات عنده كورسات عنده كل حاجة عنده software كمان طبعا كل حاجة موجودة عندك بفيش فيها أي مشكلة لو أنا جبت لك free videos هنا هتبتني ان انت تنزل برضو من عليه طبعا الموقع ده بالذات يا جماعة فيه تنزلتين مجانيتين بعد كده بتنشئ حساب عادي جدا على موقع تم بميل وتيجي تسجل به هنا وتاخد برضو تنزلتين مجانيتين طبعا انت شايف هنا أسعار ولكن لما بتعمل تسجيل في الموقع ده بتلاقي الكلام ده مجاني عنده بقى كمية فيديوهات طويلة جدا مالهاش عدد يعني بص كبيرة جدا 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 يعني مالهاش نهاية حرفية نبص كوري ده حاجات انت هتقدر ان انت تستفيد بها سجل على الموقع ده واستفيد بتنزلتين مجانيتين بعد كده اعمل حساب جديد على موقعتين بميل وبتدي ان انت كل حساب تنزل منه فيديوهين 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 هيبقى عندك كونليكشن كبير جدا جدا يعني انت عندك مثلا كورس زي ده اللي هو الموبايل اي كوميرس سيمبرفايد دي حاجة ممتازة جدا ممكن تاخدها عندك على الموقع بتاعك طيب انا اشغال مثلا على حاجة زي كده ممكن ان انا اجيب حاجة زي كده ده كورس تسويقي على الجوجل مثلا فبدوس عليه بالشكل ده طبعا زي ما انت شايف ده عبارة عن كورس فيديو يا جماعة اوكي ببتدي ان انا اعمل ايه ببتدي ان انا انزل تحت كده وعمله داوي اللود جميل كده ان شباب هلاقي ان الكورس بتاعنا نزل على هيئة فيديوهات ادي التلات فيديوهات ونزل بملف فيديو اف كمان ونزل كمان بالكوفر بتاع الكورس نفسه ده المهم جدا بالنسبة لي عشان اقدر ارفع صورة بتاعت الكورس ده عندي على الموقع طيب نرجع تاني على موقعنا على موقع نوشن دلوقتي عشان حضرتك تقدر ترفع صورة كل اللي عليك مثلا ان انت تيجي هنا كده من علامة الزائد وتنزل تحت خارس انا بسهلها عليك هتلاقي كلمة اسمها ايميج هتدوس عليها ومن هنا تقدر ان انت ترفع صورة الكورس بتاعك هندوس قبلوط فايل جميل جدا زي ما حترككم شايفين هو بيترفع معي دلوقتي بعد ما اترفع اقدر ان اصغره بالشكل ده وينفع ان انا اجيبه بقى ايمين اجيبه شمال اجيبه في اي مكان انا عاوزه حرفيا ولكن طبعا عشان حضرتك معدكش غير دلوقتي فهو اجيبه لك ان هو صورة لقصية طيب ارفض انا خدت منه نسخة كده هلو اداني ان هو في منه اتنين عملت نسخة تالتة ما انا هنا هحط فيديوهات كتير انا مش حط واحد ولا اتنين بس انا مثلا ممكن احط هنا اربعة تمام يبقى هنا الاربعة تحطه جنب بعض طيب انا هنا هعمل ايه هبتدي ان انا احط اربعة تحت اربعة يعني انا عندي هنا الوقت واحد ممكن نجيب واحد كده تحته والواحد اللي تحته ده اهم برضو عامل منه كده نسختين هقول لك دلوقتي هنعمل ايه بالغاية ادي الاربعة نسخة التانيين طبعا انت كل اللي بتعمله هنا دوت مثلا الكورس الاول ده الكورس التاني ده صورة مختلفة بتدوس عليه بالشكل ده بعد كده بتقوله بيقول لك طب ارفع الصورة التانية هنا هتبتلين ان انت ترفع صورة الكورس التاني هتشوف كل حاجة معي دلوقتي خلينا على سبيل المثال انزل الكورس التاني اضافي عشان تفهم معي زي ما حدلكم شايفين ده كده الكورس التاني بيرفع معي الصورة بدلتها بالصورة الاولانية بقيت هنا ايه الكورس التاني بتاعي نفس الفكرة هعمله هنا ونفس الفكرة هعمله هنا وفي كل كورس من الكورسات ديت طب جميل جدا شباب على سبيل المثال انا اكتفيت مثلا على شرح النهاردة بالاربع كورسات دول طبعا الناس عشان تحصل على الكورسات دي لازم تدوس عليها وتبتدي ان هي تحصل عليها بقى بشكل مجاني هنعمل حاجة زي كده ازاي هقولك ولكن في البداية ايه رأيكم نعمل الاول فاصل تحت الكلام ده زي ما اتفقنا بندوس زائد ونجيب كلمة ديفيدل عشان نفصل الكلام ده يبقى في الجزء الاولاني بتاع ديجتال فيديو دوت انت بتضيف هنا بقى خمسين مئة كورس فيديو في الجزئية دي مع اللي هيخش مش هيشوفها اربعة خمسة وشكرا لأ حاول ان البيتج بتاعتك تبقى بيتج غنية فهلا عشان تقدر ان انت تحقق مكاسب من وراها اكبر بكتير جدا من المتوقع طبعا تحت هنا هتبقى مثلا الديجيتال اي بوكس اوكي يبقى هنا انا ممكن اخد كده النفس العنوان ده الانسيكتور التاني هيبقى ليه علاقة بالاي بوكس يا جماعة تمام اهو اليرنينج اي بوكس حلو ده طبعا هنقدر بالمنتهى السهولة ننضيف فيه كتب الكتب الكترونية بطري سواء ان احنا ننشئها بشاتج بيتي او ان احنا نجيبها بشكل مجاني من فري بي الار زي ما اتفقنا اهو ادي الاي بوكس فري بي الار نقدر ان احنا نجيب اي بقى كتاب الكتروني في التخصص اللي احنا عايزينه لو جبت لك الصحة هتلاقي للصحة كتب اد كده لو جبت لك البيزنس هتلاقي كتب وعلى فكرة الكتب دي محدثة يعني كل فترة بتنزل كتب اجدد من الكتب اللي موجود عندك هنا حاجة للشو بي فاي دي احنا ممكن ناخدها كميسان ونرفعها ولكن حاليا خلينا مع بعض ازاي العميل هيقدر ان هو ياخد مني الكورس عمتا وفي المقابل انا اقدر احقق الارباح بتاعتي طيب مبدئيا كده خلي بالك وطبق معي خطوة بخطوة ارجوك ما تبقاش بتتفرج وخلاص لا افتح الموقع واشتغل معي طيب شباب يركزوا معي في الجزئية دي لانها مهمة جدا جدا دلوقتي الكورسات دي موجودة على موقع free PLR download او اي ان كان الموقع ان انت جايب منه السورس بتاعك طيب لو الناس دي دخلت على كورس واحد من الكورسات د فهي مش محتاجة ان هي ترجع لك تاني او ان هي تبص على الشغل بتاعك تاني هي عارفت اصلا انت بيجيب الكورسات دي من هنا وبالتالي عشان كده احنا نزلنا الكورسات ديت سواء فيديوهات او آآ كتب الكترونية على الجهاز بتاعنا ليه عشان نفيد نروح للموقع التاني اللي هو هيبقى الوسيط ما بيني وما بين العميل بدل ما العميل يشوف PLR ده والنود لا هيشوف عادي صفحة التنزيل هو داس على الكتاب ده هيشوف مباشرة مباشرة صفحة التنزيل بتاعة المنتج ده مش هيشوف الموق بتاع بيئي الارد ده والنود اطلاقا فدي خطوة مهمة جدا جدا هنا بنضطل ان نروح على موقع اسمه كوفي موقع كوفي انا شرحته لحضراتكم قبل كده ليه استخدامات عديدة طبعا هو مجاني تماما تقدر تبيع عليه منتجات رقمية تقدر تستخدمه في مجال الدروب شابينج يعني ببساطة شديدة هو موقع ما ينفعش ان انت تفوته وهتليني يساويب لك آآ فيديو الشرح بتاع الموقع ده فيه سندوق الوصف وهيظهر لك ايضا في الشاشة النهائية لما بتخلص الفي للاخر هيظهر لك قدامك على الشاشة اتفلج عليه مهم جدا جدا تقدر ان انت تعمل sign up for free بشكل مجاني تماما حلوة اوي شباب دلوقتي مجرد ما احنا دخلنا على موقع كوفي انه يقدر بمنتهى البساطة ان احنا نعمل بعد كده بعد كده خلي بالك انت بس بتتعف في البداية في شوية التفاصيل البسيطة بعد كده حضرتك بتبقى نايم والارباح بتخش الحساب بتاعك يعني انت بس بتتعف انك بتجاهز البرج او الصفحة بتاعتك بتتعف ان انت تجاهز المنتجات اللي بتبقى موج عليها بعد كده انت بتنام ما بتشغلش دماغك بالموضوع ده ممكن كل اسبوع او كل اسبوعين تحدث الصفحة بتاعتك بمنتجات جديدة طيب النام هنا هحط اسم اول كورس معي فبرجع كده اجيب اسم الكورس الاول ده كده بالشكل ده وارجع تاني على موقع كوفي وابتدي احط اسم الكورس بتاعي هنا طبعا ابتدي ازبط الاسم اهو جميل جدا ده منتج رقمي مش physical item بعد كده هقول له next step حلوة اوي هنا ال description حاول انت تجيب description زي اللي كان موجود في الموقع بتاع PLR download او ان انت عن طريق العنوان ده تقدر ان انت تعتمد على شاتج بتي ان هو يكتب لك وصف للكتاب ده طيب شباب جميل جدا حطيت وصف اهم حاجة ان ده احطي كلمة free video course لازم احطي ان ده free video course مش عاوز تحط خلي بالك الكلام ده كله مش مهم في الاخر لان كده كده العميل بيزهله بس الصفحة الرئيسية بتاعت الشراء هتفهم كل حاجة معي دلوقتي ولكن كامل معي بس الخطوات هنا هنحط سورة الكورس تمام فبنجيب سور الكورس الاولاني وهتلاقيني رفعتها بالشكل الجميل ده حلوة قوي قوي احنا كده ماشيين مع بعض بشكل لطيف جدا الproduct summary عادي جدا ممكن تقول له برضو الجزئية ده free video course اهو انت هتحصل على ايه على ال free video course ده بتاخد اول سطر نرجع في السمري ان نحطه هنا طبعا الكاتيجرس دي حاجة optional ما تحطهاش ولا تتعب نفسك فيها بعد كده ده 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 �جاني تماما ولكن لو 했وت ذه Ahmed اب والآن اكسبت هنا هو ايه واده اللي بي واديني للموقع رقم 3 معايا والاخير في حالة النهارده واللي من خلاله بقدر انها احق ارباح هنيجي مع بعض في جزئية دي وندوسها لكلمة upload files ونرفع بقى هنا يا جماعة وينرول س طبعا لما بتنزل الفيديوهات ده 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 فيديوهات ده 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 فهنرفع ملف الوينرار نفسه يعني زي ما حدركم شايفين اهو ده الملف اللي جوا منه كل الفايلات دي فبتدي اقول له اوبن وارفع الملف ده هنا حلوة اوي 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 وطبعا سهل الملف ده هو زيرو دولار زي ما انتفقنا طبعا بننزل تحت كده بنخلي ان العميل يقدر يختار انه يشتري الموضوع ده اكتر من مرة وطبعا الاختار ده مفيد لان العميل بدل ما هو بيبقى موزة من هو ينزله بشكل مجاني مرة واحدة لا ان هو ممكن ينزله اكتر من مرة وطبعا ده مفيد لنا جدا 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 بعد كده هقول له اوافق على كل الشروط يبقى انت كده كل امورك تمام طبعا هننتظر بس اما الملف يخلص رافع بعد اما خلصت كل التفاصيل دي يا صديقي بتقول له save and publish جميل جدا 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 ده طبعا شكل المنتج طالما انت اديته زيرو دولار بقى فري بقى فري اي حد لو داس على كده من جيت اتناو بص معي اللي هيحصل كيان انا اللي بعمل جيت اتناو لو انا قلت له check out اتناو انا عاوز اشتريه بشكل مجاني بص معي قدرت ان انا احصل عليه خلاص بشكل مجاني تماما بيوصلي على الايميل بتاعي يا جمع اوكي بزيرو دولار طيب يا مبارك انا كده استفدت ايه يعني هو دلوقتي العميل خلاص خده بزيرو دولار انا بقى استفدت ايه هتيجي يا صديقي تاخد اللينك دوت كده copy ده كده اللينك بتاع المنتج ده ونروح مع بعض على الموقع الثالث والاخير وهو اللي بيدفعلك الفلوس مقابل الخدمة دي تعالى اوريك ازاي الموقع الثالث وهو السبب ارباحك في النهاية هو موقع try to link يا شباب وده موقع اختصار روابط على كل الف واحد بيدوس على اللينك بتاعك انت بتبتدي تاخد من 7 ل 13 دولار وهي دي الفكرة النهائية اللي انا قدرت احاق من خلالها ايضا ارباح زي اللي حضرتك شايفها معايا دي ارباح ربعمائة وسبعين دولار تقريبا من الفكرة الرائعة دي انت بتبني صفحة الصفحة دي فيها منتجات مجانية فالناس كلها بتجري عليها وبالفعل بتاخد المنتجات دي بشكل مجاني تماما ولكن انت في النهاية بتاخد ارباح زي ما انا وضحت لحضرتك تاب السبعة دولار اللي هي سي بي ام ده لكل الف تقطي دي بناء على ايه لو رحنا بصنا كده هنلاقي ان احنا انا مثلا الزيارات بتاعتي بجري من امريكا فالسبي ام بتاع الكل الف زيارة هو السبعة دولار لو انت زيارات بتاعتك بقى بتيجي مثلا من جرين لاند بتيجي من دنمارك بشايف ايه بتبقى اغلب كتير ولكن الفكر هنا ان انا شغال بنظام الاعلانات يعني الاعلانات هنا بتيجي من لفل 2 اعلان او اثنين بس لأكتر فالعميل هنا مش بيزهق وبيكمل وبياخد المنتج عادي جدا جدا ولكن ليفل 3 اي نعم الارباح بتاعته بتبقى اغلى بص هنا بقى 10 دولار ولكن الاعلانات بتبقى اربع اعلانات خمس اعلانات طبعا ليفل 4 بيبقى اغلى شوية ولكن اعلانات بقى كتيرة جدا وفي الغالب العامل مش بيكملها ولكن ليفل اثنين هو انسب ليفل انت بتشتغل عليه وهو انسب ليفل انت بتحقق من خلاله ارباح لان العامل حرفيا بيعمل تخطي مرتين بس للايعلانات لأكتر ولا اقل انت نفسك حضرتك ممكن تجرب لو انت مش وصلت في كلامي جرب الاعلانات هتلاهم اعلانين ببوصات جدا جدا لأكثر والاقل العامل في الآخر بيقدر ان هو يحصل على الملف بتاعك هتشوف في الآخر النتيجة النهائية ماشية ازاي ولكن انا بعرفك التفاصيل بتاعتك طب ايه هي يا مبارك طرق السحب اللي موجودة في موقع try to link طبعا هو زي ما وضحت لحضراتكم طرق السحب هنا ممتزة جدا 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 انت اللي هوريك هي ايه طبعا حضرتك عشان توصل لطرق السحب بتبقى عن طريق البروفيل بتاعك بتدوس على كلمة settings هنا من عشر مائل بعد كده بتدوس على كلمة profile بعد اما حضرتك بتنزل تحت بتلاقي قدامك بقى كل الكلام ده عندك البيبل البايير البودافون كاش الويب ماني البايير اتصالات orange zin cash عندك حاجات للجزائر عندك جوجل بلاي gift card يعني بصوا يعني معظم طرق الدفع المفضلة بالنسبة لحضراتكم في جميع دول العالم موجودة معانا هنا يعني مفيش اي مشكلة على الاطلاق طبعا كلنا شغالين بايير فودافون كاش للناس المصريين الحلوة اللي بيتابعوني موجود البيونير يا جماعة موجود كل الكلام ده موجود مفيش في اي مشكلة على اطلاق الحد الادنى هو كان واحد دولار دلوقتي حصل ابديت او تحديث في الموقع بقى خمسة دولار تمام خمسة دولار انت هتجيبهم في ولا حاجة ليه لان اولا اصلا الالف تخطي بسبعة دولار فمجرد اما انت جبت الف واحد عن طريق اللينك بتاعك انت اخدت السبعة دولار اصلا فانت حققت الحد الادنى للسحب سواء بايير سواء بايير سواء فودافون كاش انت تمام تمام طب افرد حضرتك عاوز تشتغل بطريقة سحب معينة بتيجي في الوزدرو انفروميشن وتختار مثلا انت عاوز تشتغل بايير فانا باختار بايير بنزل تحت كده احط رقم المحفظة بتاعت البايير بتاعتي او رقم التتبع بتاع البايير بتاعي في الوزدرو والاكاونت بعد كده بنزل تحت اقول له صمت هنا انا اقدر خلاص اصحب على البايير الالباح بتاعتي مجرد منها حققت ايه حققت خمسة دولار ولكن طبعا انت بتحقق سبعة دولار كاب داية لكل الف تخ طيب يبقى انت هنا فهمت الموضوع معي ماشي ازاي نيجي بقى للجزئية المهمة الجزئية المهمة بتاعتنا اللي هي ايه ان احنا لما جينا رفعنا المنتج بتاعنا على موقع كوفي كنا وقفين على الصفحة دي دي الصفحة يا جماعة اللي مجرد اما العميل داس على الكورس المجاني بتاعك في نوشن بتظهر له ولكن عاوزينها لما تظهر له ويعمل جيت اتناو نقدر ان احنا هو طبعا عشان يعمل جيت اتناو دي هو عدى باللينك المختصر بتاعنا وهيقدر يدوس جيت اتناو دل الوقت وياخد الكورس بشكل مجاني طب نعمل حاجة زي كده ازاي باخد لينك الصفحة دي اروح بيها على موقع ايه على موقع تراي تولينك باجي من عشمان كده واقول له نيو شورتين لينك واحط اللينك بتاعي هنا جميل قوي 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 بعد هنا الالايز دي اللي انت بتحط اسم للكورس بتاعك وكنت تسمي هنا اي اسم معين انا هسيبها زي ما هي واقوله شورتين بالشكل ده ادني لينك اللينك ده باخده زي ما هو كده يا شباب نرجع تاني على الصفحة بتاعتنا في نوشن كليك يمين على الكورس ده بعد كده بعمل ايه بقوله اد لينك بالشكل ده واقوله اللينك بتاعي اهو بعد كده اقوله انتر شكرا يبقى اي حد هيدوس على الكورس ده هيعدي على اعلانين بعد ما عد على اعلانين هيبتد ان هو يظهر له ايه هيبتد ان هو يظهر له الصفحة دي يا شباب اللي هو يقدر من خلالها يحصل على الكورس بشكل مجاني وانا هجرب معكم دلوقتي لما بدوس على الكورس ده الامور بتتم ازاي طبام شباب نكمل سريعا مع بعض بقى التجربة بتتم ازاي انا دلوقتي عميل دخل على الصفحة بتاعتي اخترت الكورس ده انا عاوز احصل عليه بشكل مجاني فهدوس عليه بالشكل ده وسريعا كده هجري الفيديو هوليك ده كده اول اعلان بيقول لي استنى تمنتاشر ثانية تمام شباب زيرو ساكند هندوس على كلمة هتلاقيه وداني برضو للاعلان التاني وده الاعلان الاخير اولا عن خمستاشر ثانية جميل جدا هدوس على كلمة شكرا وداني على الصفحة جماعة اعلانين انت مش مصدق ان يجرب بنفسك هم اعلانين اثنين من اسهل ما يمكن ان يكون 30 ثانية تقريبا والعميل حصل خلاص على الكورس بتاويه مجرد ان العميل عمل جيت اتناو خلاص بيبتد ان هو ياخده بشكل مجاني هيقول تشيك او اتناو هيحصل عليه على الاميل بتاويه بدون اي مشكلة على الاطلاق بزيرو دولار مفيش فيها اي مشكلة على الاطلاق لو ده سيشوفه في الاميل بتاعه ومجرد ان انت حققت الف زيارة تخيل بقى ان انت على كل كورس من ده اتجبت 10 ألف زيالة 20 ألف 200 ألف زيالة لكل واحد من الكورسات دي أو مش شرط يكون كورس ممكن يكون فيديو تعليمي لأي حاجة معينة فيديو عن فيلم يعني ممكن تحط أفلام تبقى صفحة لأفلام ما دي فكرة برضو أفلام بقى ملفات معينة أيا ان كانت دماغك فيها ايه بيفيد البشرية حطوا في الصفحة بتاعتك ليس ان تبقى حاجة زادة قيمة حاجة محترمة فعلا الناس تستفيد من وراها. طبعا ده انا مش هضيع وقت حضرتكم فيه انتو عارفين هتعملوا ايه. هنا انت بتبتدل ان انت بدل ما انت كنت بترفع ملفات الفيديو بترفع ملفات الفيديو في بتاعت الكتب الرقمية. طب على سبيل المثال انا هنا حطيت مثلا كم كتاب رقمي. خليني مثلا احط لك صورة مثلا عشان تبقى فاهم. نرفع كده مع بعض ايمج. نرفع مثلا صورة تانية للكتاب ده. على سبيل المثال ده كده الكتاب الرقمي بتاعي. ده الكتاب الرقمي الاولاني يا شباب. طيب هنزل تحت كده واعمل فاصل. اهو لو درست كزا خط كده. بيعمل لي الفاصل بتاعي. طيب. طبعا احنا احنا تفنى مش عارفة وديه مين وش مال لان ما فيش منه كزا نسخة ولكن المجرد ان انت عملت تلات اربع نسخ منه خلاص بيتحطوا جنب بعض. هنا انا محتاج ان الصفحة بتاعتي يبقى ليها فطر يا جماعة. يبقى ليها حاجة تحت كده فيها مثلا لينكات السوشيال ميديا. انا عاوز اعمل صفحة على الفيسبوك. عاوز اعمل صفحة على الانستجرام. عاوز اعمل صفحة على تويتر. ويبقى الصفحات ديت آآ ظهرة تحت في الفوطر. وشكلها لطيف. فانا ممكن كده اعمل بالزاكرة الاصطناعية. بعمل سلاش وادوس على كلمة اي اي اي. وهنا انا بقدر اسأل اسك اباوت ديس بيج الاي اي 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 هنا. آآ بقول له اعمل لي حاجات في الصفحة بتاعتي. فانا هنا ممكن ا اقول له اد فور ماي بيج ماي سوشيال ميديا. سواء للفيسبوك والانستجرام وتويتر بالايكونز بتاعتهم. جميل جدا شباب. بعد ما خلصت الكلام ده هقول له ابدأ. ونشوف النتيجة بتبقى عاملها ازاي. زي ما حضراتكم شايفين معي. حاجة رائعة جدا 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 جدا. ادي السوشيال ميديا اتحطت. هقول له انسيرت بلو. فلاص اتحطت معي بالشكل ده. طبعا انا هبتدي اشيل اول جزء ده مش عاوزه. تمام? فلاص ادي السوشيال ميديا بتاعتي. م ننزل خط كمان. خلاص يبقى الفيسبوك عندي اقدر ان انا هنا اشيل الكلام ده مش عاوزه. اقدر اشيل الكلام ده برضه مش عاوزه. اشيل التويتر دوت انا مش عاوزه. واشيل الحتة دي مش عاوزها. هنا الفيسبوك تبتدي ان انت تعلم عليه كده. بعد كده تعمل ايه? كليكي مين? او عفوا. تبتدي ان انت تعلم عليه بالشكل ده بيزهر لك الهايبر لينك. هنا تبتدي ان انت تحط اللينك بتاع الصفحة بتاعة الفيسبوك بتاعك. واللي بيبقى عليها ايضا الشغ المجاني هو هو اللي انت حطيته هنا بتبتد ان انت تسوق له مش شرط بقى ترفعه كلك ملفات هناك على الصفحة بتاعتك لأ بترفع صورة الكورس واللينك بتاع الصفحة بتاعتك على موقع نوشن اللي هي اسمها ايه هنا اللي هي اسمها ليرن هنا هي المتخصصة خلاص ان هي عليها المحتوى كامل متكامل طبعا ممكن انت تضيف كمان تحت الايميل بتاعك لو حد عاوز ان هو يحصل على حاجة معينة بمقابل مادي ممكن ان انت تعمل الجزء حلو قوي اللي هو حد استفاد من حضرتك ولقى الحاجة المجانية الموجودة اه وبيدور عليها ولقاها عند حضرتك يبتد ان هو يعمل لك دونيشن فانا ممكن اجي كده اسأل ان هو يضيف لي جزء خاص بالدونيشن للصفحة بتاعتين اللي هي الناس تتبرع لك بمقابل مادي فانا ممكن اقول له هنا يعني بقول له هنا ضيف لي سكتور خاص بالتبرعات للصفحة بتاعتين وبعد كده اقول له ابدأ هنشوف ان هنا ان الزكال الاصطناعي بتاع نوشن رائع جدا جدا يا شباب يبص يبتدى اقلق دونيت وداني شكل كريدت كارد شكل البنك ترانسفير شكل الموبايل بيمنت الموضوع عجبني وكل حاجة تمام بقول له انسيرت بلو ام ضفاري تحت طبعا زي ما احنا اتفقنا بنشير الكلام الزيادة اللي هو بيقول هلنا بالزكال الاصطناعي نشير الجزئية اللي تحت دي جميل جدا هنا بقى انت كريدت كارد بتاعك ممكن ان ان انت تعمل هنا نقطتين وتحط مسلا ايه رقم الحساب بتاعك البنك الترانسفير او الرقم التحويل البنكي نفس الفكرة تحط رقم التحويل البنكي بتاعك متابыт لو انت عايز بقى عن طريق فممكن انت تنزل كده انتل وتحط مسلا كده كلمة وانتان نقطتين تنزل بتاحت كده وتقول البايير نقطتين وتحط رقم البايير هنا الفودentarين كيش طبعا انت بتحط رقم زيرو عشرة كزا 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 كزا. ده رقم فتافون كاش. الباير. مثلا بي. كزا 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 كزا. ده رقم الباير بتاعك. هنا الموبايل بتنقسم للحاجات اللي تحت. اللي هي التحولات الخاصة بالموبايل. تمام? دي طبعا حاجات ترجع لك وتقدر انت تفكر فيها وتبدأ فيها اكتر مني. ولكن انا في حالة النهاردة اديتك فكرة عبقرية. ازي ان انت تبني مشروع بدون ما تنتعى فيه. انت مش انت اللي عملت الفيديوهات دي. مش انت اللي كتبت الكتب الالكترونية دي. كل دي مواقع مجانية هي اللي بتحلك الاستخدام التجاري لها بشكل مجاني تماما. بتاخدها عندك على الصفحة بتاعتك. طيب. نيجي الجزاية مهمة. احنا خلاص خلاصنا كل حاجة. الصفحة بتاعتنا كاملة متكملة. طبعا ان انا هنا اديتك زي تشتغل على الصفحة. ولكن انت اكيد مش هتسيب فيها اربع خمس كورسات في كل حاجة. لا. تموك تعمل فيديو دي فيه خمسين فيديو. الكتب الالكترونية فيها خمسين كتاب الالكتروني. تنزل تحت تعمل مثلا سيكتور اللي هي علاقة بالاطفال اللي هي او كتب التلوين للاطفال. وتحطها. تعمل سيكتور خاص بالبازلز. وتحطها. وهكذا وهكذا. تخلي الصفحة بتاعتك غنية بالمحتوى بتاعها. عشان انت اللي تستفيد يا صديقي. طيب. جزئية مهمة جدا جدا. ازاي ان انت برضو تفعل الصفحة بتاعتك. وتتقرش في محركات البحث بتاعت جوجل. زي ما فانا هندوس على كلمة بالشكل ده. وبعد كده نروح على كلمة من فوق على اليمين. بعد كده بقول له عشان ينشل الصفحة بتاعتي تبقى اونلاين في محركات البحث بتاعت جوجل. هندوس عليها بالشكل ده. طبعا يهمني ان انت تعمل حركة مهمة جدا. انت لو بسيط هتلاقي ارشافة الصفحة بتاعتك في محركات البحث بتاعت جوجل معمول لها اوف مش متفعلة. هنا الصفحة بتاعتك عشان حد يوصلوها لازم ان هو يكتب اسم الصفحة ويبحث عنها بشكل محدد. لكن تخيل لو انت فعلت الخيار ده اي حد بيبحث عن نوعية كتاب من الكتب اللي انت حطيتها او محتوى بتاعك هيقدر ايضا يوصل للصفحة بتاعتك بشكل اسرع بكتير والصفحة بتاعتك بتتصدر هنا محركات البحث بتاعت جوجل. فانا هنا بفعل لازم الخيار ده حتما ولا بود اتفعله. هنا بص بيظهر الشكل بتاعتك كده في جوجل. طبعا حاجة رائعة جدا من غير ما تدفع بقى دومين من غير ما تدفع تلوز في اي حاجة الموضوع كله مجاني. بص زي الفل. مجرد ان ما انت خلصت كلام ده تقدر تشوف الشكل الموقع بتاعك عند كلمة فيو سايت. وزي ما احنا شايفين هي خلاص بابلش هي لايف. بص جايب لك العلامة دي ان هي بابلش لايف. ما فيش فيها اي مشكلة على الاطلاق. وده طبعا اللينك بتاع الصفحة بتاعتك لو انت عاوز تسوق لها. طيب انا ممكن اسوق لصفحة بتاعتي ازاي? عندك موقع تيمبلر وعندك موقع بنترست بصراحة وعندك موقع تويتر. التلاتة دولة ينفع ان انت تسوق عليهم. هبتدي ان انا اسوق للصفحة بتاعتي على واحد منهم وانت بتطبق نفس الفكرة على الموقعين التانيين. تعال مع بعض ان نروح على موقع تيمبلر. طبعا يا شباب امري ما ابتدي اسوق للبيج بتاعتي من انت مش محتاج هي اريدي طالما اتقرشفت في محركات البحث بتاعت جوجل. هي اريدي كل ما انت بتم لاها بالمحتوى هي بتتقرشف وتوصل في محركات البحث وتتصدر محركات البحث وبالتالي الناس كلها هتقدر ان هي تشوفك اي حد بيدور على كتب مجانية فيديوهات مجانية هتزهله الصفحة بتاعت حضرتك. ولكن انت طبعا عاوز برضو تشتغل وتسوق لنفسك ده مش عيب اطلاقا وحاجة مطلوبة جدا في البداية خصوصا طيب. قبل ما نخش للجوزئية دي بفكر حضراتكم بالجيبة والاسبوعية بتاعتها اللي كانت قميتها عشرة دولار بتقدم لفائزين اتنين كل واحد فيهم بياخد خمسة دولار بيتم الاعلان عنهم كل يوم جمعة من كل اسبوع الساعة نشر مساء على قناتنا التليجرام والفيسبوك بسيب لك اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. والمسابقة دي ليها شروط بسيطة ان حضرتك بتاعمل لايك للحلقة. اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس وان انت تجاوب سؤالي اللي هبتدي اطراحه على حضراتكم حالا دلوقتي. وسؤالي بمنطقة بيقول ما هي البلد اللي حضراتكم بتتابعوني منها واسم حضراتكم. ان شرفني جدا جدا ان انا اتعرف على الناس اللي بتحبني. الناس اللي بتتابعني. الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي. وفي نفس الوقت ابتدي اشوف البلدان الجميلة بتاعتي اللي بتتفرج على فكرة تانية. هو ده سؤال الجيفة وي بمنطقة البساطة ان احنا بنتعرف على بعض لا اكثر ولا اقل. وبالنسبة للفائزين الاثنين الخاصين بالمسابقة الاسبوعية السابقة كل واحد فيهم هياخد خمسة دولار. هم مظاهرين قدامكم على الشاشة دلوقتي. طبعا المصدقية تقدرون انتو تتأكدوا بنفسكم فيه التعليقات. تقدرون انتو تبحثوا نعرف ان فيه ناس مركزة او في الموضوع ده. ولكن الحم بالله بفضل الله. انا العلاقة ما بيني وما بين حضراتكم. اه يعني الشاهد عليها هو ربنا واحده تعالى. طبعا الناس دي مجرد ما يتتواصل معي خلال 24 ساعة يا جماعة لان انا ببص على تايل يوم السبت فقط لغير. تمام? مجرد ما يتتواصل معي هسجل لكم وانا سلمهم الجهزة بتاعتهم وهنزلكم فيديو بيه على التليجرام. تمام? هي دي كانت التفاصيل المهمة بالنسبة للفائزين لنكمل مع بعض الحلقة. نكمل مع بعض ازاي بينسوق بقى للبيج بتاعتنا لو احنا حبين دي مش حاجة اساسية شباب. دي مش حاجة اساسية لان انت مش محتاج تعملها لان موقع نوشن بيسوق لك الصفحة بتاعتك. تمام? ولكن انت عاوز الناس برضو تشوف الشغل بتاعك. عاوز الناس ان هي تتعرف على المحتوى بتاع الصفحة بتاعتك اللي انت بتقدمه بشكل مجاني. فبتدوس على كلمة كريت من تحت عالشمال ونفس الخطوات اللي انا بعملها هنا بتعملها على موقع تويتر. لازم تويتر هو افضل مكان للنوعية دي من البيزنس. ثم موقع بنترست. طيب هدوس على كلمة تيكست قوية حاجة من الحاجات دي. بدوس تيكست. هنا هبتدي ان انا احط اسم يبقى الجذاب للمحتوى اللي انا بقدمه. يعني مسلا على سبيل المثال اه يريد شانس ناو اه تجد افري فيديو كورسس او فيديو اي بوكس. يعني حاول ان انت تعتمد على شاتجي بيتي في انه هو يعمل لك العنوان والوصف وكمان كلمات مفتاحية او تاجز وده اللي انا هعمله دلوقت. جميل كده للشباب فاجد كده احط عنوان شاتجي بيتي هو اللي الدهوني. طبعا انا زبطتها مع شاتجي بيتي. شاتجي بيتي هنا مديني ديسكريبشن ومديني كمان التاجز اللي انا ممكن استخدمها ولكن انا هنا محتاج لان احط صورة بتعبر عن الصفحة بتاعتي ممكن احط اللوغو بتاع الصفحة لو انا عاوز وممكن احط بانر او صورة بتعبر عن محتوى البيتج بتاعتي. جميل جدا فانا انا احطيت العنوان حطيت اللوغو بتاع البيتج بتاعتي وده الصح والاحترافي اكتر نيجي بقى للوصف ان انا اخد الوصف اللي شاتجي بيتي يدوني بالشكل ده اهو وارجع تاني على موقع تيمبلر وحطه تحت. طبعا هنا بيقول لي نمسح الجزء ده بيقول لي ان انت ممكن تضيف كلمات مفتاحية او تاجز انا واردي خليت شاتجي بيتي جاهز لي التاجز اللي انا ممكن استخدمها والاقصر باحسن. ابتدى احطها هنا وادوس انتر اخد الكلمة المفتاحية التالية بالشكل ده واروح احطها هنا وادوس انتر وهكذا وهكذا. حلو يبقى دي هي الكلمات المفتاحية المناسبة للمنشور بتاعي. حلو قوي مجرد اما انا خلصت كلام ده كله محتاج ان انا احول الانوان ده لهايبر لينك بيودي الناس للبيج بتاعتي زي ما انتوا شايفين لو دوست كده اقدر ان انا اضيف لينك الصفحة بتاعتي. ارجع كده على ليرن واقدر ان انا اجيب من كلمة شير اللينك بتاعي اهو بالشكل ده. ارجعتين على موقع تنبلر وحط لينك الصفحة بتاعي هنا واقول له دون. اتحولت لهايبر لينك زي ما حضراتكم شايفين. طبعا منتهى السهولة واليسر. مجرد اما انا خلصت بقول له بوست ناو ولكن قبل ما ادوس بوست ناو في موقع تنبلر بالذات بتيجي على الاعدادات هنا واتفعل الخيار ده ان المنشور بتاعك هو منشور تسويق للتجارة بتاعتك او للشغل بتاع حضرتك ده مهم جدا جدا ننزل تحت ونقول له بوست ناو. وده كده شباب شكل المنشور بتاعنا على موقع تنبلر. عاوز اقول لحضراتكم موقع تنبلر عليه اكتر من مية وسبعين لامتين مليون زيارة شهرية ما ينفعش ان ان انت ما تسوقش عليه. اي حد يشوف المنشور بتاعك ويقدر ان هو يشوف كلمة في فيديو كورسس اند اي بوكس على طول هيدوس عليها مجرد ما هو داس عليها راح للصفحة بتاعت حضرتك. مجرد ما راح للصفحة بتاعت حضرتك يبتدي ان هو يختار للكورس اللي هو عاوزه بشكل مجاني يبتدي ان هو يحصل عليه. طبعا تقدر اه تحط الصفحات السوشال ميديا بتاعتك عشان يتابعوك الناس من خلالها. سواء فيسبوك الاستجرام وتويتر وفيه كمان كلمة اللي هي التبرعات الناس هتقدر ان هي تتبرع لك. اعتقد السيستم ده سيستم جامل جدا مجاني راقع فوق محضراتكم تتخيلوا. وبكده شباب اكون ختمت مع حضراتكم حلقة النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا منها اتمنى المشروع ده تطبقوه خطوة بخطوة لو كي اي حاجة واقعة من حضراتكم حاجة مش مفهومة تأكد ان انت تتفرج على حلقة دي مرة واثنين وتلاتة هتثبت معك المعلومة وهتفهم ان الموضوع فعلا من اسهل ما يمكن ان يكون سيبلي رأيك في التعليقات وقولي لو انت محتاج فيديوهات من النوعية دي الفترة الجاية وايه هي المواضيع اللي تهمك في الربح من الانترنت عشان اقدر ان انا اعمل لحضرتك الحاجة اللي انت بتفضلها فكرة تانية هي قناة مقدمة حصريا لحضراتكم للمواضيع اللي انتو بتدولوا عليها والمواضيع اللي انتو بتحبوها الحمد لله بفضل احنا قناة تعليمية في المقام الاول ثم ربحية ثم ان احنا نرضي حضراتكم ده اهم شيء في النهاية شكرا كان معكم اخوكم مبارك ودي قناتكم فكرة تانية لكل ما تعلق بالربح من الانترنت مع السلامة وبحفظ الله